طيب جزء من التخطيط للمستقبل الحقيقة في تنس الطاولة وتنس الطاولة نموذج لللعبة الناجحة في النادي الاهلي مش بس الاهلي عنده تقريبا اكتر من 80-90% من قوام المنتخب سواء الولاد او البنات لا ده كمان على مستوى الشباب والشابات بيبني بشكل دقيق جدا وقوي جدا الاهلي بيفوز في بطولة 17 سنة و19 سنة ولاد وبنات ببطولة الجمهورية وبتفوق كبير جدا على كل المنافسين اقرب منافس له له النادي الزمالك اللي قال لي كسب 3-0 في كل مباراة هقول لكم مثلا في 17 سنة ناشئين اللي قال لي كسب البطولة بعد ما فاز على الزمالك البطولة تلعبت يوم الحد مبارع على صالة النادي الاهلي في مدينة نصر اللي قال لي قدم عرض قوي جدا واستطاع ياسين ياسر ومؤمن صلاح وياسين واقل التفوق بشكل كاسح في البطولة دول ناشئين الاهلي تحت 17 طيب النسات الاهلي تحت 19 برضو فازوا بالبطولة كسبوا الزمالك 3-0 ايضا وقدمت بنات الاهلي بقيادة هانا جودة وسارة ياسر ورؤى الناغي عرض قوي جدا في البطولة في بطولة الفريق كمان الاهلي كسب يعني الاهلي كسب 17 و19 ولاد وبنات بالتشكيل القوي جدا سيدات الاهلي كمان في الفريق الاول كسبوا الدورة المجمعة الاولى بعد ما فازوا على سبورتنج وعلى العبور وعلى مدينة نصر وعلى الرباط والانوار 3-0 في كل مباراة كابتن اشرف عبد فتاح رئيس جهاز تنس الطاولة سعيد جدا بهذه النتائج وبيقول ان ده بناء قوي لمستقبل اللعبة شوف تنس الطاولة انا كنت مؤمن بهذا انا يعني من الستينات وانا ليه علاقة باللعبة اي حتى نهاية السبعينات اي وكنت مؤمن تماما بمبدأ يقول اعطيني ملعبا اعطيك بطلا اي وحكيت لك القصة المتهورة ان انا كسرت صالة من غير مرجع للمسؤولين في النادي عم مجاهد كسر عم مجاهد تاني يوم يا سيد الفريو النبي ببلط لنا دي واقفني بعد كده والرجل بسماحة هائلة وتقدير لحسن النواء وانا يعني ما بنصعش حد يعمل كده لانا كنت غلطان بس غلطان بنية طيبة اصفرت ان يبقى عندك مكان صالة راتب الصالون دي بقى صالة تنس طاول اي خدنا نصه صالة تنس طاولة وكان يزعلنين اللي بيتنقلوا هناك اه نروح مدينة ناس يا جماعة انتوا هتروحوا عالة ملاعب مش موجودة في العالم اي صالة مش موجودة بقى معمل تفريق فعلة مش خلاص بقى خلصت اه عندك عشر طاولات مثلا اه تقدر تتمرن بجميع المراحلة السنية في نفس الوقت من الصبح البالليل اي مناخ والسقف عالي والدنيا حلوة يعني اه النجاح بيجيب نجاح اي مين اللي ما سقول طب بتقول اشرف عب فتاح اه ها واشرف اسمه صبحي اشرف صبحي اشرف صبحي دول كانوا ابطال النادي الاهلي اي يعني جيل بيسلم جيل بيسلم جيل بيسلم جيل واشرف عب فتاح انا احييه لانه بقاله مدة طويلة ومناضل واصبحت دي عيلته تنس الطاولة عائلة في النادي الاهلي واللي بيحافظ لك على هذا التفوق هذا المفهوم العائلة يا أستاذ إبراهيم اه اللي عايشين به اه اه اتمنى اه نشوف انت عندك اهل عصر عمر عصر ده لعب مصنف اه دينا ميشي اللي عيبه على مستوى العالم النهاردة انا جو ده على مستوى العالم عاملة زعو حضور قوي جدا اه سبعتاشر ودسعتاشر اه وخمستاشر ايه ده حتى على السيدات بقالها تصنيف ايه من من احسن خمسين لعيبة ايه فانت ماشي وربنا بيكرمك وبيوفقك لانك بتاخذ بالاسباب ودي لعبة اخذت بالاسباب وماشي عليه ده الحقيقة شغل جامد جدا يستحق عليه تنس الطاولة في الاني انا بقولك عائلات يعني عائلات عز عائلات ابو الفتوح عائلات درويش اه واخد بالك سلمت لعائل مشرف لعائلات مشرف اه والدولات لي ايه واخد بالك النهاردة بتسلم من خلال برضو اه العصر عفتاح والعصر انت ماشي ماشي جيل بيسلم جيل دي مسألة مهمة جدا موسيقى